اصدرت بلدية أم الفحم بياناً جاء فيه أن المدينة تشهد ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا وذلك مع تسجيل واحد وثلاثين حالة جديدة ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى مائة وست وعشرين إصابة وأظهر البيان أن المؤشر الضوئي لكورونا في أم الفحم بلغ خمسة فارزة ثمانية وهو باللون الأصفر وأشار إلى أن عدد حالات الحجر الصحي بلغ مائتين واثنتين وسبعين حالة كما ووصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى ستة آلاف وأربعمائة وأحد عشر إصابة ودعت البلدية الأهالي لتلقي التطعيم في مبنى المركز الجماهيري خاصة لطلاب المدارس من جيل 12 عاماً وحتى 18 عاماً توفيت لورين معين تفال البالغة من العمر 28 عاماً من مدينة حيفا متأثرة بجروحها الحرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة الرملة حيث أطلق شخص ملثم النار على الضحية داخل سيارة من مسافة قصيرة بعد خروجها من المنزل وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به ووفق المعلومات المتوفرة فإن زوج الضحية رمضان ووالده مصطفى مصراطي قتل في جريمة إطلاق نار في عام 2015 في نفس المكان أيضاً ويشهد المجتمع العربي عدة جرائم إطلاق نار خلال ساعات قريبة في بعض البلدات أسفرت عن إصابات خطيرة في البعنى وكفر قاسم وجديدة المكر وحيفا يذكر أن البلدات العربية تشهد تصاعداً خطيراً في أحداث العنف وجرائم القتل في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد مجتمعاً بأكماله توفي شخص متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة حيفا حيث تلقت الطواقم الطبية بلاغاً حول إصابة شاب في واقعة عنف منزلي وأشارت إلى أنها قدمت العلاج لشخص عثر عليه وهو فاقد للوعي وعليه علامات عنف وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً بخصوص حادث إطلاق نار في شارع نوردو في حيفا وأوضحت أن التحقيق الأولي كشف أن الضحية تحاول على ما يبدو انتزاع سلاح أحد السكان المحليين الذي أطلق عليه النار رداً على ذلك وفقاً للشبهات جددت الرئاسة الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأماكن الدينية والمقدسة في مدينة القدس المحتلة وقالت الرئاسة في بيان صحفي في الذكرى الثانية والخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك إنه وكافة الأماكن المقدسة ما زالت مستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وأشارت إلى أن إسرائيل رغم كل قرارات الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة والتي طالبتها بعدم المساس بقدسية الأماكن الدينية وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى المبارك إلا أنها ما زالت تضرب تلك القرارات بعرض الحائط واشددت الرئاسة الفلسطينية على أن القدس خط أحمر ولن تقبل المساس بها والمسجد الأقصى المبارك هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وحيت أهالي القدس المرابطين في الأقصى على صمودهم في وجه المخططات الهادفة إلى فرض تغيير زماني ومكاني عليه بالمنشيط الأسود العريض على الأعمدة الأربع من الصفحة الأولى لجريدة القدس حريق كبير يدمر جانبا من المسجد الأقصى اشتعلت نيران من الجناح الشرقي للجامع القبلي في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى لتمتد إلى ألف وخمسمائة متر مربع الفلسطينيون يطفئون نيران بملابسهم دلال المياه متناقلة بين أيديهم يملؤونها من أبار أولى القبلتين وثالث الحرمين سيارات الإطفاء هرعت للمكان من الخليل ورام الله ويبدو أن ملدية القدس في حينها لم يصلهم الخبر بعد فسيارات إطفائها تماطل في إخماد الحريق متأخرة بعد قطع المياه تواطئا عن المسجد الأقصى العالم العربي يعبر عن حزنه وشجبه المؤتمرات الدولية امتلأت مقاعدها والملفات فتحت الشوارع العربية اكتذت بهتاف جموعها التي تصدح غضبا رفضا للمساس بأحد مقدساتها المسجد الأقصى هذا مشهد يوم الحادي والعشرين من آب عام 1969 عندما زعم الاحتلال بأن هذا الحريق جاء بسبب تماس كهربائي ولكنه ثبت أنه بفعل فاعل الفاعل دخل إلى البلاد كسائح أسترالي جولته كانت من باب الغوانم حيث بدأ بسكب مادة حارقة شديدة الاشتعال فأضرمت النار واعتقل الاحتلال السائح الأسترالي مايكل دينس ولكنه رحل إلى بلاده بدعوى أنه مجنون ما تدرر من الحريق منبر صلاح الدين الأيوبي مسجد عمر ذا السقف الطينية محراب زكريا ومقام الأربعين المجاور له المحراب الرخامي الملون ومطلع صورة الإسراء المصموعة من الفسيفساء المذهب فوق المحراب والسجاد العجمي وغيرها من الأعمدة والزخارف والأقواس فهذا تاريخ وهوية امتزجت برائحة الرماد بعد مرور عام بدأت أعمال الترميم بتشكيل لجنة إعمار الأقصى ووضع منبر حديدي بدلا من منبر صلاح الدين الأيوبي واستمرت أعمال الترميم حتى عام 1986 في 2006 أعدت الأردن منبرا يماثل الذي حريق ووضع في المسجد على خلفية هذا الحريق أنشئت لجنة القدس برئاسة الملك المغربي الراحل الملك الحسن الثاني للمحافظة على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية ضد عمليات التهويد التي تمارسها السلطات الاحتلال ولكن بعد مرور 52 عاما على الحريق الاعتداءات مستمرة ومجانين الاحتلال من يقتحمون المقدسات في القدس كثر طالبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين كنائس العالم وكافة رعاياها بإدانة استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الموجهة للمسجد الأقصى المباركة والمصلين فيها وحرمانهم من حقهم المكفول بتأدية صلواتهم بحرية وسلام كما نصت على ذلك المواثيق الدولية ذات الصلاة وقالت اللجنة في بيان أصدره رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري بمناسبة مرور 52 عاما على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك إن الفكرة والأيديولوجيا المتطرفة التي دفعت هذا المجرم للقيام بفعلته ما تزال قائمة بدعم من حكومة يمينية متطرفة لتحقيق هدفهم بتدمير وتخريب المسجد الأقصى وبناء ما يسمى بالهيكل المزعوم مكانها وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن التماسك والتضامن الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في فلسطين عامة وفي مدينة القدس خاصة كان وما يزال صمام الأمان في الدفاع عن المقدسات الإسلامية المسيحية في وجه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية أصيب فلسطينيان بردود واعتقل آخران خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين الوافدين لأداء صلاة الظهر في المسجد الأقصى المبارك عند باب الأصباط بالقدس المحتلة وهجمت قوات الاحتلال المصلين واعتدت عليهم بالضرب وسطا تشديدات على أبواب المسجد الأقصى المبارك يواصل تسعة أسرى فلسطينيين في معتقالات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبدربو إن الأسرى المضربين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية ووضعهم يزداد سوءا يوما بعد يوم عدا عن سوء المعاملة والتعصف والتنكيل الذي يتعرضون له من إزعاج متعمد وتفتيشات وتنقلات بهدف إحكام حالة العزلة عليهم ومنع المحامين من الالتقاء بهم وزيارتهم يذكر أن الأسرى رأفة الدراويش قد علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر سبعة وثلاثين يوما بعد التوصول لاتفاق مع إدارة السجون للإفراج عنه في السابع من كانون أول المقبل وسبقه الأسير يوسف العامر الذي علق إضرابه الذي استمر لمدة 22 يوما بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري احتج نشطاء أمريكيون متضامنون مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية لمنع السفن الإسرائيلية من التحميل والتفريغ في ميناء مدينة تامبا بولاية فلوريدا ونظم النشطاء وقفة أمام مبنى نقابات عمال ميناء وسط تامبا ووزع منشورات وملسقات تتضمن معلومات عن خروقات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتطالبهم بمقاطعة العمل في تفريغ وتحميل السفن الإسرائيلية التابعة لشركة زيم وفي سياق متصل نظم فرع جامعة تامبا عن منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين تظهر شارك فيها العشرات من المتضامنين أمام بوابة الميناء احتجاجا على تفريغ السفينة حمولتها وحث عمال الشحن والتفريغ في الميناء على مقاطعة سفن الشركة الإسرائيلية يذكر أن هذه الفعالية تعتبر جزءا من حملة أوقف السفن الإسرائيلية التي نجحت في منع تحميل وتفريغ سفن تلك الشركة في عدة موانئ أمريكية وعالمية هذا هو مدخل قسم كورونا في المستشفى الإنجليزي في الناصرة والذي يعالج ستة مرضى مصابين بفيروس كورونا اثنين منهم يخضعون لجهاز التنفس الاصطناعي لكن الأطقم الطبية هنا تستعد للتعامل مع المزيد من المرضى على ضوء استمرار أعداد المصابين بالارتفاع وفي المجتمع العربي خصوصا بعد عدم الإقبال على التطعيم المضاد لفيروس كورونا العوارض بتيجي أخف من الناس المش محسينة يعني على سبيل المثال فيه عندنا هنا مثلا ست مرضى اللي هنه كلهم محسينين اللي هنه عوارضهم أخف من المريض السابع اللي هو شاب أصغر واحد فيه ومش محسين ووضعه كتير 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 مش منيه مشان نيكي احنا بدنا كمان ننقل على رنبا مشان نروح على تبون المرأس برنبا مشان نبعد فيش عنا هون تبون المرأس فهاي واحد من الأمثلة اللي بتبين أديش اللي مش ما ياخد حسون وشاب صغير شوء عم بصير فيه واللي ما ياخد حسون وبعمر أكبر اللي هنه بنتاهم يتسفين ووضعا أفضل منه بين موجة وأخرى تحاول الأطقم الطبية استعادة قوتها لمنح المرضى العلاج الأفضل وأنقاذ حياتهم في كثير من الأحيان التحدياتي أول إشي أنه ما يكونش عن هذا العومس اللي كان قبل نكون حلات أن نستوعب العالم كله إذا أجعلنا كمية هائلة بعدين التحديات أن نعطي التبول من ناحية طبية اجتماعية تمرضية هكذا إذن تبدو المشاهد في أقسام كورونا في ظل الموجة الرابعة وبالرغم من أنها باتت مألوفة وقد تتفاقم عقب موسم الأعراس والعطلة الصيفية تحاول الأطقم الطبية هنا الحفاظ على التفاؤل لعبور هذه الموجة بسلام أملنا أن لا تكون موجة خامسة دورات تعليمية مكثفة تتم خلال العطلة الصيفية في مدينة رهط في النقب بهدف سد الفجوات التي خلفتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين خاصة لطلاب المرحلة الابتذائية والإعدادية الذين خسروا عشرات آلاف الساعات التعليمية الوجاهية نحن من بداية العطلة الصيفية نحن نحاول أن نعمل كثير من الثعاليات المخيمات الدورات اليومية بشكل أسبوعيا اللي بتحاول أن نشغل أولادنا في عدة مخيمات نحن اليوم كنا في سيط العلوم مخيم اللي هو بشتر عليه مركز الإثراء العلمي اللي هو بحاول يكسب الأولاد والأفضل اللي بجوء بشكل يومي على فعاليات علمية وعلوم المئات من الطلاب توافدوا إلى المدارس والنوادي في مختلف الحارات للمشاركة في هذه الدورات والفعاليات التي تتنوع ما بين تعليمية وترفيهية وتربوية ورياضية حيث شاركوا في الفترة الأخيرة في دورات اللغة العربية والعبرية والإنجليزية ودورة الحساب والرياضيات والعلوم ومعرفة الحاسوب فيما تم فتحه مسارات خاصة تحضيرية لطلاب الصفوف الأولى والثانية الذين فقدوا التعليم الأساسي في ظل الكورونا المركز الجماهيري أخذ على عاد قيل أنه سد الفجوات التعليمية اللي نتجت في فترة الكورونا واللي أدت لمخصر الطلاب بشكل كبير في الفترة الأخيرة وفي سنتين الأخيرات وذلك عن طريق دورات تعليمية من صف ثالث لعند صف تاسع دورات تحضيرية لصف أول أو ثاني وأيضا عن طريق المخيمات الهادفة اللي بتهدف كمان لتوعية الطلاب وزيادة التعليم عندهم الدراسات أثبتت أن متوسط تنمية المهارات أثناء إغلاق المدارس وقت الوباء يمكن وصفه بالركود مع ميل إلى التراجع في المهارات المكتسبة وبالتالي فهو يقع في نطاق مماثل لتأثير العطلة الصيفية ولكن ربا ضارة نفعة فما كان في حل أمام أغلب البلدات العربية سوى الانتقال إلى التعليم عن بعد في محاولة لإنقاذ الموسم الدراسي وبالتالي العمل على تقوية شبكات الإنترنت وفتح شبكات الواي فاي المجانية في عدد منها لتكون عونا للأهالي والطلاب على حد سواء محاولات السيطرة على الحرائق التي اندلعت بالأمس في جبال القدس لا تزال مستمرة حتى صباح اليوم فالحريق أتى على أكثر من سبعة عشر ألف دنوم الحريق كان كبير أكثر من أربعين طاقم خمسين طاقم لا يزال يعمل حتى الآن هناك أيضا 12 طائرة لا تزال في هذه الساعة تعمل على إخماد الحريق إثناء تصويرنا للمساحات التي حرقت نشب حريق جديد سارع الطواقم والأطفاء لإخماده العمل يجري على إخماد حريق في ثلاث محاول رئيسية هناك النيران مستمرة بالإشتعال وتنتشر بسرعة أما باقي المحاور والنقاط فقط خلال ساعات الليل تمكننا من إخماد هذه النيران ودفادياً لوقوع ضحايا بشرية تم إخلاء مئات البيوت التي احترق بعض منها وحالة من القلق رافقت المواطنين طوال الليل هذا وعان أهلاف المواطنين في الأحياء القريبة من الجبال التي احترقت من رائحة النار والحريق أما أسباب انتشار الحريق بهذه القوة فيعود لوجود الجفاف وارتفاع درجات الحرارة ورياح قوية وهذه كلها مجتمعة هي نتيجة للتغييرات المناخ الذي بسببه يتوقع مختصون بأن ترتفع نسبة الحرائق في إسرائيل بنسبة قد تصل إلى خمسين بالمئة 17 ألف دنوم احترقت بالأمس وفيها قتلت مئات الحيوانات وهي حية ويبدو أننا قد ندفع المزيد من الضحايا نتيجة لغاضة الطبيعة تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بعد الموجة التي بدأت من أسبوعين فقد أثر المناخ على الأراضي والمحاصيل الزراعية ليضطر المزارعون لإطلاف محاصيلهم بعد أن تضررت بسبب حرارة الشمس المرتفعة في الواقع أنا من 60 سنة أنا في الزراعة أنا متفاجئ أنه هاي السنة في هذا الشكل ما مر علينا إحنا على مرة 60 سنة درجات حرارة مرتفعة في هذا الشكل ومتواصلة في هذا الشكل وفرق حوالي 4-5 درجات عن المعدل السنوي العام وهذا إشي صعب جدا ما كناش متوقعين لهذا السبب صار عندنا الأضرار اللي إحنا ما كناش متوقعين أنه يكون درجات حرارة عالي بهذا الشكل من هذا الارتفاع وصار عندنا تقريباً خراب وضرر الصعب يتعوض بسبب الارتفاع اللي يعملين للمسوا بالأيام الأخيرة الضرر كان مفاجئ إنا ما اتوقعناه يكون هذا الضرر اللي النبات بطل يأتي محصول بالمرة شيئاً شيئاً ووقفوا حتى بدي يذبالوا إيباس منذ عشرات السنين لم تشهد البلاد والعالم بشكل أجمع درجات الحرارة التي تسببت بكوارث طبيعية جمع حيث يحاول المزارعون اليوم تسديد الأضرار التي تسببت بها الحرارة في الحقول والأراضي المفتوحة ليتفاجأ الفلاحون بالأضرار التي خلفها المناخ من جفاف وتيبوس المحاصيل الزراعية المزارع لا حوله ولا قوة له ما بقدرش يجي يعمل فش بإيده وإيش يعمل هاي ضربات طبيعية من رب العالمين إحنا منتقبل الإشي اللي بيسير من رب العالمين ولكن إحنا بنجرب قديش ممكن إنه إحنا نقدر نعود أو نقدر نستفيد من اللي بيقى من وراء الأضرار هاي حتى نقدر بس نسكر المصاريف اللي حطناها اللي هي مصاريف يعني بغضة جدا بالنسبة لهذا الموسم بالذات لأن هذا الموسم هو أكثر موسم بغلب المزارع ويكون حتى المحاصيل فيه قليلة جدا مش نفس المحاصيل الطبيعية في الربيع والشتاء يتوقع المزارعون أن تتعرض الأسواق لنقص ملحوظ في بعض المحاصيل الزراعية وقد يستمر الأمر للشهرين المقبلين حيث يعاني المواطن من غلاء الأسعار الذي جعله يقتصد في شراء الحاجيات الأساسية وقد يتفاقم الوضع إذا ما استمرت درجات الحرارة بالتأثير على المحاصيل الزراعية وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل أكبر ألف عنوان كتاب وآلاف النسخ لكتاب وأدباء ومفكرين محليين وفلسطينيين ومن العالم العربي باتت متاحة أمام جمهور القراء من أبناء المجتمع العربي في الداخل وذلك في المعرض الثالث للكتاب الذي تنظمه جمعية الثقافة العربية في مقرها في مدينة حيفا باعتقد أنه مهم جدا إجراء وإقامة معارض للكتب في المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد وخصوصا إذا كان هناك إمكانية لإجتلاب وإحضار كتب من العالم العربي وأيضا من العالم بشكل عام خصوصا الكتب المترجمي أحيانا للغة العربية التي يتعدر وجودها في المنطقة ولذلك باعتقد أنه المعرض جميل فيه هناك محطات مختلفة هناك موضوعات مختلفة قوس واسع من الخيارات التي ترد مختلف الأضواق والأعمار يجدها القراء في هذا المعرض من مجالات الأدب والسياسة وعلم الاجتماع بالإضافة إلى أدب الأطفال والروايات التاريخية والدراسات والأبحاث والكتب العلمية والفلسفية وغيرها العديد لكن ما يمنحه قيمة إضافية أنه يساهم بكسر الحواجز التي رسمها الاحتلال بوجود دور نشر وكتب من العالم العربي لا نجدها في مكتبات البلاد أن ترى حقيقة كتبا تصدر في العالم العربي هنا يثير البهجة حقيقة والراحة لذلك وجود هذه الكتب هنا في غاية الأهمية ونصبح مرتبطين أكثر بحضرتنا بثقافتنا بتاريخنا وأيضا بارتباط مصيرنا كشعب فلسطيني وبرتباط مصيرنا كأمة عربية نحن جزء من الأمة العربية ومصير الشعب الفلسطيني أيضا مرتبط بمصير الأمة العربية في التحرر والديمقراطية أنا أكثر إشي أنه هذه النوعين أنه بحب أشوف شو هي الإصدارات الجديدة الموجودة كمان عشان ندعم الكتاب المحليين وكمان بالإضافة نشوف أنه إيش فيه في العالم العربي كمان عم تطلع إصدارات بذلك لأنه العالم تبعنا صار كتير رقمي حاليا يعني كل شي صار ماتمد على وسائل التواصل الاجتماعية وهيك فحلو الواحد أنه يرجع للأصل يعني أنه يمسك الكتاب والورق وأنه يقرأ بنفس الطريقة اللي كنا نقرأ فيها وإحنا أصغر يعني يمتد المعرض على مدار ثمانية أيام متواصلة ويتخلل عدة نشاطات وفعاليات ثقافية من ضمنها لقاءات مع أدباء وكتاب ويشكل نافذة يطل من خلالها أبناء المجتمع العربي على العالم العربي وفرصة لإثراء معرفتهم وتوسيع آفاقهم في عدة مجالات للنهوض بالمجتمع نحو غد أكثر إشراقا وعلى أسس متينة اشتركوا في القناة يا رجل يا رجل يا رجل ماكوه ماكنه انه يصبح اشتركوا في القناة